فأذآن لما نجون الشيعة سواء في العراق أو إيران أو لبنان أو فاكستان أو أفغانستان أو أي بلد آخر وإما هم يأسسون حكومات ديمقراطية أو يشاركوا في حكومات ديمقراطية ماذا يعني ذلك الشيعة لم يعودوا شيعة إمامية إثنى عشرية فهم لا يشترطون في الإمام يعني الحاكم الرئيس أن يكون معصوما ولا معين من قبل الله ولا من السلالة العلوية الحسينية هذه الشروطة الثلاثة التي كانت اشترتها الإمامية قبل 1300-1400 سنة طيب هذا التطور مهم جدا وكبير ولكن ماذا حصل بعد ذلك؟ هذا التطور في الحقيقة إيجابي تطور عملي تطور سياسي عملي إيجابي جدا ولكن ما رافق ثورة ثقافية أو إعادة نظر جدية في الثقافة الميتة الثقافة الشيعية الميتة الثقافة الإمامية يعني ظلت مستمرة سواء في إيران بشكل مخفف أو في العراق بعد سقوط صدام وإقامة النظام الديمقراطي بشكل مكثف عاد الفكر الصفوي أحد الأخوان يسألني ما هو الفكر الصفوي؟ الفكر الصفوي حكم عسكري حكم ملكي عسكري يعني قام على القوة ولكنه تظاهر بالتشيئ ثم هذا النظام الصفوي تخدم يعني العنف في سب الصحابة وبنى وجوده في مقابل الدولة العثمانية حتى يتميز هم كانوا أتراك أبناء عم الأثمانين الصفويين ولكنهم حتى يتميزوا عن الأثمانين جعلوا سب الصحابة أن الخليفة أو هذا الملك الصفوي يمشي بالشارع وأي مسؤول يمشي بالشارع وأمامه يسبون ويلعنون سنة اللعن على الصحابة والشيخين فلذلك نسميه يعني أهم معلم من معالم النظام الصفوي وهذا سب الصحابة وهذا استدعى ردود فعل عنيفة من الدولة العثمانية ومن عموم أهل السنة في تكفير الشيعة وفي تقليب الجيوش العثمانية لمحاربة الدولة الصفوية يعني كان غباء في نفس الوقت مو كان انحراف وظلم وطغيان وإنما كان غباء لأنه ألب عليهم حتى جاء الأفغان قاموا بثورة في أفغانستان وقضوا على الصفويين واحتلوا عاصمتهم الصفهان واحتلوا كل إيران ثم جاء الملك نادر شاه بعدهم بعد فترة واشترط على أركان الدولة الإيرانية أنه يتخلى عن هذا الملمح الصفوي أو عن هذه العادة الصفوية قلهم أنا أصير ملك وتبايعوني بس بشرط أنه بعد ما كسبه لعن وتعرفون هو هذا ملك نادر شاه اجي إلى النجف وعقد مؤتمر وجمع علماء السنة والشيعة في مملكتها امبراطوريتي أصبح امبراطورة نحتل الهند هو هند وأفغانستان تركامونستان وكذا وقال لا يجوز أن يكون في مملكتي طواعف واحد يكفر الثاني فلماذا تكفرون الشيعة يا سنة؟ قالوا لأنهم يكفرون الصحابة أو يلعنون الصحابة فجمع سوى مؤتمر في النجف سنة 1744 أعتقد بهذه الحدود هذه سوما أذكر بالضبط وقال العلماء الشيعة أنتوا شو تقولون؟ قالوا خلص بطلنا بعد ما نسب الصحابة وأنت يا ألماء سنة شو تقولون بالشيعة؟ قالوا خلص ذول أخواننا وأهلنا وذول فرقة خامسة أو طائفة خامسة من المسلمين وسووا صلح يعني أنه أيفو هذا السب حتى نسووا وحدة إسلامية وأرسل رسل إلى الدولة العثمانية حتى يعني يبشروا بهذا الحل الإيجابي والحل التاريخي أنه يا أبو خبطة النساء شونا الغباء وهالحمق اللي مستمرين فيه حتى إحنا نلعن الصحابة المشكلة وين؟ الآن نحن أدنا علماء السيد علي الخامن يا حفظه الله عنده فتاوى عديدة وكل سنتين ثلاثة مطلع فتوى يعني يا سب الصحابة حرام ميجوز لا سبون الصحابة أو النساء النبي كذلك السيد علي السستاني أيضا عنده فتاوى بإدانة سب الصحابة لأنه مرة بعض المراهقين الحمقة اللي راحوا في العظمية وصاروا يسبون بالعظمية فأثاروا فتنة فهو قال أنه هذا مو صحيح وميجوز ولسهم بعد زيان ليش إذن استمرت الظاهرة ليش استمرت الظاهرة موجودة ومتنامية ومتنامية يعني مع الأسف الشديد أن قاعد تطلع يعني هسا هذا السبقي اللعان اللي قاعد في لندن هذا يسب ويشتم قاعد في لندن عنده محطة فضائية ويسب ويشتم وهو يقال مدعوم من الشرازي أو كذا الله أعلم وعنده جماعة وآخرين لكن قاعد بأمريكا هم يسب ويشتم والعان وقال بسهولة واحد تهم أنت عميل مخابرات أمريكية ولكن أن تطلع أزياد ومواكب في النجف وفي الصحن وفي كذا ويسبون ويلعنون فهذه الظاهرة ما يمكن مر عليها مرور الكرام بالحقيقة يجب أن نتوقف عندها ونسأل منه وراء هذه الظاهرة هل هو سيد علي السستاني؟ هل الشيخ العقوبي؟ هل الشرازي؟ هل إيران؟ من هو اللي وراها؟ نحن نرى الإعلام هناك واحد يقول إيران أقول إيران ما تقول إيران ما تقول إيران مو سياسته بالعكس تحاول يعني توحد المسلمين وتندد بهذه الظاهرة ونرى الإعلام المرتبط بإيران ما يتسب ويشتم طيب السستاني السستاني عنده فتاوى أيضا بحرمة هذا الشيء أو برفض هذا السب ويشتم إذن كيف الشيخ العقوبي أيضا ما عنده فتوى صريحة بهذا الموضوع الحقيقة أنه إحنا عندنا فتفكر اسمه فكر إمامي هذا الفكر الإمامي يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم نصه على أمير المؤمنين بالخلافة زين شلو الدليل؟ في آيات قرآنية صريحة يقول لا ما في آيات قرآنية صريحة أحاديث صريحة حديث الغدير هل هو صريح بالإمامة؟ الشيح الأوائل سيد المرتضع يقول لا هذا نص خفي وليس نصا جليا وشيء على وائل يعني أموم الشيء على وائل في القرون الأولى ما كان يقولون أكو نص جلي وصريح على إمامة إمام علي شوفوا الزايدية مثلا اللي هما جيل من الأجيال الأولى كان يقولون ما لدينا نص صريح على الإمامة طيب بعدين صارت الفرقة الاثنى عشرية وإذا جئنا عليهم واحد واحد نرى ما يكون نصوص عليهم ولا حتى وصية بالإمامة ولا حتى معاجز أدن ولا شيء مبنية على مجموعة أساطير أخرى أنه الحجر الأسود يتكلم مع زين العابدين وسلم عليها وقال لي أنت الإمام في مقابل محمد محنفية هذا أسطورة هذه أسطورة مضحكة حقيقة وبنوا الإمامية نظريتهم اللي هما طلعوا في القرن الثاني الهجري فبنوا نظريتهم على هذه الأسطورة وثم النظرية ما مشت واجهت عقبات وواجهت يعني مشاكل الإمام الصادق وصل إلى إسماعيل وإسماعيل مات في حياته وبعدين راحوا الشيعة كلهم إلى عبدالله الأفطح بعد وفات الصادق وعبدالله الأفطح تففى بعد سبعين يوم وظلوا حيرانين ما يدرون شي يساوون بعدين راحوا لي موسى الكاظم موسى الكاظم ما تبنى الإمامة رفضوا قيادة الشيعة ووقفوا على إمامته مع ذلك اللي قالوا بإمامته ووقفوا عليه بعده وفاته قال خلص الإمامة هذا الكاظم هو آخر للإمه سموهم الواقفية وهم معظم تلامذة وأصحاب الإمام الصادق والكاظم وقسم منهم فريق منهم راح إلى البنى موسى الرضا بعد ما صار ولي عهد قبل ما يصير ولي عهد ما حد ما كان يعرفه حتى أخوته ما كان يؤمنون به أخوت علينا الرضا ما كان يؤمنون بالرضا صاروا زيدية وراحوا معه ثورة ابن طباطبا وصاروا ولاة باليمن ومحمد بن جعفر الصادق الديباج اسمه لقبه سوى ثورة بالحجاز بمكة والمدينة وصار أمير المؤمنين ما كان يؤمن به علي بن موسى الرضا فريق من الشيعة بعد ما صار ولي عهد وراح يصير خليفة بعدين ايجوا في الجماعة من الواقفية قالوا يا با احنا كنا مشتبهين وهسا آمننا ب علي الرضا شتون آمنت ب أتكوم ناس قالوا لا شفنا معاجز شفنا معاجز شفنا أحلام قالتنا تعالوا آمنوا بالرضا آمنوا بالرضا الرضا توفى عنده ابن أمره سبع سنوات محمد الجوال هم صارت أزمة عند الشيعة هو أيضا سأمره 25 سنة ومات وعنده ولد أمره 8 سنوات هم صارت أزمة عند الشيعة شلون الإمام بعده لا يصلي لا يصوم لا كذا يصير إمام مثلا المهم واجهت عقباته ووصلنا للحسن العسكري وتوفى ما عنده ولد فصارت الأزمة الكبرى وقع الشيعة بالحيرة الكبرى أصر الحيرة سموه أصر الحيرة حتى كتب علي بن بابويه الصدوق كتاب اسمه الإمامة والتبصرة من الحيرة وانتهت عمليا انتهت نظرية الإمامة ولكن شنو بقت بقت مخلفاتها ومستلزماتها أنه طيب إذا احنا آمننا هسب هاي الاثنى عشرية وذولة هي لازم تنتهي وتبين أنه هاي نظرية أسطورية وما أهل أي دليل وما بها أي حجة قوية وعمليا انتهت ما يدل على أنه نظرية مو إلهية ولا يعرف أهل البيت وأهل البيت ما كان يتبنون نظرية الإمامة هذا لطيف هم ونفسهم يتبنون نظرية الشورى ما يتبنون نظرية الإمامة ولكن الآن وصلنا نحن الفكرة الطائفة اللي عندنا اللي كان يؤمن بانتظار الإمام المهدي وميسر نحن نسوي أي ثورة وأي دولة وأي حكومة إلا يطلع صاحب الزمان طيب حدي نشوف ما طلع قالوا خلينا نسوي دولة سوينا دول الآن زين ما لازم هذا يستدعي أنه نعيد النظر بهاي ثقافتنا الممتدة ألف ومئتين سنة نعيد النظر وننتقدها ونقول هاي النظرية شنو نحن كلنا نتمسكين بيها هذا الشي ما صار المرجعية سيد علي السيستاني مكتبه قاموا نشرون آلاف الكتب مئات الكتب ربما إذا نأخذ نسخ ملايين الكتب لتعميق الفكر الطائفي الفكر المنقرض الفكر الميت الفكر البائد تمسكوا فيه لسأقول ليش لماذا خلي نجي على اللازمة من لوازم الفكر الإمامي أول لازمة أنه إذا قلنا الإمام النبي نص على على ابن النبي طالب بالخلافة والخلافة نظام سياسي ديني يعني مثل النبوة امتداد للنبوة طيب هنا بدأ الانحراف وبدأت المشاكل أنه زين ليش الصحابة ما عرفوا هذا الشي ليش راحوا تخبأ وبكر ليش بايع أوبكر وبايع عمر بعدين وعثمان ذول الصحابة منافقين الصحابة ارتدوا بعد رسول الله هذه من لوازم نظرية الإمامة طيب ليش الإمام علي بايع أوبكر وعمر وعثمان وهذا ينصف نظرية النص ويؤيد نظرية الشورى كلمها جابوا لهم فتفكرة جديدة أنه الإمام علي أجبر على البيعة واقتحموا بيت الزهراء وأصروها بين الباب وكان الباب بسمار وكانت حامل وسقطت جنينها واستشهدت وصارت قضية نسينا استقضية الإمامة ونسينا قضية الإكراه وجينا فاتمة الزهراء شهيدة واستشهدت وقتلها أمر واليوم شوفون أنتو ذول مراجع المعاصرين وعلى رأسي مشيخي العقوبي رافع راية فاطمة الزهراء حتى يتاجر بيها أنه هذا فاطمة الزهراء شهيدة ومساوينها تشييع جنازة بالنجف وهل شهور الراحت شهر الجماعة الأولى الجماعة الثانية وما تمشي بالنجف حطين باب وكأنه هاي علامة على اقتحام دار الزهراء وكسر ضلعها ومساوين مواكب وتعبئة تعبئة طائفية أسطورية واسعة وكبيرة حقيقة يقودها منه هذول المراجع الموجودين بالنجف حاليا السيد السستاني والسيد الشيخ العقوبي وبقية هذول المشايخ وأكل عاش مستفيدين الآن لماذا لماذا هؤلاء يتشبثون ببقايا ومخلفات الفكر الإمامي البائد والمنقرض والميت